موسيقى نشرة السادسة من قناة عدن الفضائية أهلا بكم التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بعدد من مسؤولات منظمات المجتمع المدني لمناقشة الأدوار الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني وللمرأة اليمنية بشكل عام ونقل الفريق محسن تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية مشيدا بمواقف اليمنيات التي جسدت بأن المرأة اليمنية على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الأحداث الأليمة التي تعيشها بلادنا نتيجة للانقلاب الحوثي وأطلع نائب الرئيس الحاضرات على المستجدات السياسية وجهود الشرعية في استعادة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار مؤكدا دعم الشرعية لمنظمات المجتمع المدني واستعدادها لتسهيل مهامها في خدمة المواطنين والقيام بمسؤولياتها كلا في مجالها وعبر عن تقديره للدور الذي تتولاه المرأة اليمنية والتي لم تكتفي بالتربية وحث الأبناء على الدفاع عن الأوطان وتقديمها التضحيات بل زادت على ذلك بالانخراط في المنظمات والمهام الطبية والمدنية التي تساهم في استقرار المجتمع والتخفيف من مأساته في ظل الوضع الحالي الصعب وقال نائب الرئيس أن المرأة أساس المجتمع وركيزته الأساسية وللمرأة اليمنية مواقف مضيئة في مختلف المراحل التي مرت بها بلادنا ومنها المرحلة الحالية وأكد نائب الرئيس الجمهورية على الحق الأصيل للمرأة اليمنية في العمل والتمكين وإتاحة الفرصة لها ومنحها كل الحقوق تقديرا لقيامها بأكثر من الواجب مثمنا الدور الذي تقوم به المرأة اليمنية في مختلف المجالات وأشار إلى ما تمثلته المناطق المحررة ومنها محافظة مأرب من حاضنة مهمة للشرعية والاحتواء كل أبناء اليمن وفرصة لمنظمات ومختلف الجهات بممارسة مهامها على الوجه المطلوب مشيدا بدعم واهتمام قيادة محافظة مأرب بقيادة محافظة المحافظة اللواء سلطان العرادة وقدمت المحاضرات تقريرا عن المنظمات والدور الذي تقوم به في المناطق المحررة وفي المجالات المختلفة معبرات عن تقديرهن لللفتة الكريمة والاهتمام الذي يوليه نائب رئيس الجمهورية بالجانب المدني وبالمرأة وحقوقها بشكل عام أجرى رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا برئيس تحرير صحيفة عدن الغد صح في فتح باللزرق وذلك للإتمنان على صحته وأكد رئيس الوزراء خلال الاتصال أن الحكومة حذرت من أي ممارسات من شأنها الخروج على القانون وانتهاك حريات الناس وأنها لن تسمح بتجاوز النظام والقانون وستتخذ ما يلزم لمنع الاعتقالات خارج إطار القانون مشيرا إلى أن احترام الحريات وحق التعبير تمثل جوهرة الدستور اليمني وشدد رئيس الوزراء على جميع الجهات والمؤسسات الحكومية بمنع تجاوز النظام والقانون والعودة إلى القضاء قبل اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأنها اختراق خصوصية الناس أو النيل من كرامة الإنسان ووجه رئيس الوزراء كافة الأجهزة المختصة بالتحقيق فيما حدث للصحفي فتح بل أزرق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ومنع تكرار هذا النوع من الممارسات من جانبه عبر الصحفي فتح بل أزرق عن شكره لدولة رئيس الوزراء على اهتمامه بالصحفيين ووقوفه إلى جانبهم مؤكدا أنه سيواصل عمله الصحفي خدمة لوطنه نقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي علي ناصر سالم ترشيحات لعدد من الوظائف القضائية ووافق على تعيين رئيسا لنيابة استئناف محافظة المهرة واستعرض المجلس عددا من التظلمات المرفوعة إليه من بعض أعضاء السلطة القضائية وأحالها إلى هيئة التفتيش القضائي لدراستها وإبداء الرأي حولها نقش وزير الألقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية مع إدارة منفذ الوديع الترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج اليمنيين للموسم الحالي وضم اللقاء مدير ميناء الوديعى مطلق الصيعري ونائبه أحمد اليونيدي ومسؤولي الجوازات والأمن العاملين بالمنفذ وكرس اللقاء لوضع الترتيبات الأولية والتنسيق مع الوزارة في سبيل دخول الحجاج لهذا العام بصورة سلسة وميسرة وجرى الاتفاق على خطة لمنع أي تأخير أو تكدس للحجاج في المنفذ لحج هذا العام 1439 هجرية ويأتي اللقاء ضمن الجهود الاستباقية التي تبذلها الوزارة في سبيل تدليل الصعاب مام الحجاج اليمنيين بما يسهل أداء مناسكهم بيسر وسهولة حققت قوات الجيش الوطني اللواء الرابع مشاه جبلية تابع لمحور تعز العسكري تقدما جديدا في جبهة حيفان وأكدت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبل الصلة والممشاح وصولا إلى منطقة الكرب بالعبوس وسوق بني علي ومعهد الخير كما تم تحرير جبل سعيد طهى الاستراتيجي بلثاور وتقدم الجيش نحو منطقة الخزجة وأكدت المصادر سقوط أكثر من عشرين قتيلا وجريحا من عناصر ميليشيات الحوث الإنقلابية واغتنام طقم عسكري وأسلحة متنوعة من جانب آخر لقيا ستة من عناصر ميليشيات الحوث الإنقلابية مصرعهم في مواجهة مع الجيش الوطني في جبهة مقبنة غرب تعز وذكر مصدر عسكريا المواجهات التي اندلعت بين الجيش الوطني من جهة وبين الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى في جبل الحصن غرب تعز أسفرت عن مقتل ستة عناصر من الميليشيات الانقلابية وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة وأشار المصدر إلى أن المعارك العنيفة التي اندلعت بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوث الإنقلابية في مقبرة الخربة بمنطقة الأخلود في مديرية مقبنة محافظة تعز وامتدت إلى وادي الجسر الذي سيطرت عليه قوات الجيش الوطني خلال الأيام الماضية وفي مديرية جبل حبشي دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الوطني وبين الميليشيات الحوثية الانقلابية تركزت في منطقة شرف العنين ومحيط قرية العنين ومحيط التبه الصفراء وقرية موليا في الوقت ذاته قصفت مدفعية الجيش الوطني ثكنة عسكرية للميليشيات الحوثية في قرية الصراهم نبقى في تعز فقد أحبطت ألوية قوات العمالقة التابعة للجيش الوطني محاولة التسلل نفذتها العشرات من مقاتلات ميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية عبر جبال قرن غراب والسدرة والكدحة بمديرية الوازعية غربي تعز وقالت مصادر ميدانية أن ألوية العمالقة تمكنت من إحباط عملية التسلل مشيرا إلى أنهم تمكنوا من قتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية وصلت مقاتلة التحالف العربي عملية تمشيط واسعة في مناطق عدة على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية الانقلابية بمديرية زبيد بمحافظة الحديدة وقالت مصادر محليان عملية التمشيط صاحبها ضربات جوية لمقاتلات التحالف العربي في المنطقة أسفرت عن تدمير طقب قتالي ومقتل كل من كانوا على متنه من الميليشيات الانقلابية وأضافت المصادر لمقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارة جوية مماثلة مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في كلية التربية بمديرية زبيد مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في الميليشيات الانقلابية وكانت قوات الجيش الوطني قد شنت في وقت سابق عملية تمشيط واسعة على المناطق الشرقية في الخط الساحلي بمديرية زبيد ودريهمي وبيت الفقي إلى الحديدة فبعد الهزائم المتتالية والخسائر التي منيت بها الميليشيات الانقلابية أمام الجيش الوطني والمقاومة استخدمت ميليشيات الحوث الانقلابية شن حملات تجنيد واسعة للشباب بمختلف مديريات محافظة الحديدة وقالت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوث الانقلابية نفذت حملة تجنيد واسعة بالعربات العسكرية على العديد من القرى التابعة لمديريات الزيدية والضحى والمغلاف واللحية والمنيرة وباجل وبيت الفقيه وجبل راس وريف باجل والمنصورية ومديريات مدينة الحديدة ونقلت مصادر محلية أن الميليشيات الانقلابية كثفت عمليات تفخيخ الأحياء السكنية في مدينة الحديدة المكتظة بسكان بالتزامن مع ابتزاز الأهالي من خلال أطفالهم بهدف الزجبهم في أتون المعارك وأضفت المصادر أن ميليشيات الانقلاب عمدت على حفر الخنادق داخل الأحياء السكنية والتمسترس فيها متخذين من المدنيين دروعا بشرية إذ منعت الميليشيات الانقلابية سكان المدينة من مغادرة أحيائهم تمكنت قوات الجيش الوطنية المسنودة بطيران التحالف العربي من تحرير مواقع جديدة في جبهة نهم شرقية العاصمة الصنعاء بعد معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوث الانقلابية ألحقت بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي شنت هجوما واسعا من عدة محاور على مواقع تتمركز فيها الميليشيات الانقلابية في ميسرة جبهة نهم تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية وضافت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بثلاث غارات تجمعات وتعزيزات للميليشيات حيث أسفرت الغارات عن تدمير أطقم قتالية وعربة بي ام بي غرب البياض ومقتل من كانوا على متنها ولفت المصدر إلى أن المعارك المتواصلة منذ عدة أيام أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الانقلابية فيما شرك طيران التحالف العربي بفاعلية في المعركة حيث تمكنت من تدمير آليات قتالية تابعة للميليشيات وتدمير مخازن أسلحتها في منطقة وادي محلي إلى البيضاء فقد شنت مقاتلات التحالف العربي والجيش الوطني هجوما عنيفا على إحدى النقاط في البيضاء وتحديدا النقاط التابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في أطراف اليسبل بمنطقة الوهبية في مديرية السوادية شمال البيضاء وبحسب المصادر العسكرية فقد استهدفت مقاتلات التحالف العربي أفرادا وآليات للميليشيات الانقلابية بمواقع متفرقة في سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية من جهة أخرى اعترفت الميليشيات الانقلابية بمصرع أحد قادتها الميدانيين في جبهة قانيا المدعو أشرف محمد أحمد إدريس بنيران أبطال الجيش الوطني في المعارك التي دارت السبت الفائت كما لقي العديد من قيادات الميليشيات مصرعهم في محافظة البيضاء مع العشرات من أفرادهم في الأشهر الأخيرة في مواجهة مع أبطال المقاومة والجيش الوطني وغارات لطيران التحالف العربي اختطفت ميليشيات الحوث الانقلابية الزميل الصحفي بوكالة الأنباء اليمنية سبأ سبأ عبدالله عبدالسلام الدعيس من منزله أو منزل أحد أقاربه بحي شملان بصنعاء واختادته إلى مكان مجهول بعد أيام من المطاردة غير معروفة الأسباب وبحسب مصادر إعلامية في أن مجموعة مسلحة من خمسة أشخاص على متن سيارة سوزوكي وصلوا إلى المنزل الذي كان متواجدا به ليقوموا باختطافه قبل أن يصادر هاتفه المحمول وحاسوبه الشخصي واختادوه إلى مكان مجهول دون إبداء أي أسباب ولا يعرف أحد مصير حتى اللحظة وحملت قيادة وكالة الأنباء اليمنية ونقابة الصحفيين اليمنيين ميليشيات الحوث الانقلابية المسؤولية الكاملة عن سلامته داعية نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي لصحفيين للضغط على الميليشيات لإطلاق سراحه وإعطائه الرعاية الصحية اللازمة مؤكدتنا أن مثل هذه التصرفات القمعية ضد الصحافة والإعلام لن تزيد الجميع إلا إصرارا على مواجهة الإرهاب الميليشيوي لهذه الجماعة الهمجية كان هذا هو آخر خبر في نشرتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة